في وقت تتحدث فيه بغداد عن لعب دور الوساطة بين طهران ودول عربية بلغة بذل الجهود العراقية المستمرة في صناعة الاستقرار بالمنطقة تغيب تلك اللغة تماما عن التوتر على الحدود العراقية الإيرانية تحديدا في المناطق التي توجد فيها جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني شمال البلاد ومع وعود عراقية ببذل الجهود كذلك لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران والتي قضت بمجيبه طهران إمهال السلطات العراقية إخلاء المعارضة الإيرانية مواقعها الموزعة في شمال البلاد لتاريخ التاسع عشر من أيلول الجاري بحسب وكالة تسنيم الإيرانية على إثر الاتفاق باشرت بغداد بتسريع إجراءات تشكيل قوات حرص حدود جديدة من سكان إقليم كردستان لتنتشر في المنطقة الحدودية والبحث عن آلية لتسليم المطلوبين الذين نفذوا أعمال عنف داخل إيران ويتواجدون حاليا داخل الأراضي العراقية على الرغم من أن بغداد وأربيل لم تعلن آلية تنفيذ الاتفاق الأمني خاصة وأن أعداد المعارضين الإيرانيين الموجودين على الأراضي العراقية يصل إلى أكثر من عشرين ألف شخص بمن فيهم عائلات المعارضين بحسب وسائل إعلام إيرانية رغم هذا فإن تهديدا على لسان الحرس الثوري الإيراني نشرته وكالات أنباء في طهران حذر من خلاله قرب انتهاء المهلة المحددة مع الجانب العراقي والشروع بعملية عسكرية في حال عدم الالتزام بالاتفاق بحسب وكالات إيرانية يتزامن هذا التهديث الإيراني مع عرض الحرس الثوري عن صاروخ رضوان أرض أرض وصاروخ خيبر شكا بعيد المدى ما يعيد التحذير في الداخل العراقي من مغبة العودة لانتهاك السيادة العراقية من جهة وعدم قدرة العراق على حل مسألة معقدة في وقت زمني قصير سيمأن الموجودين من معارضين للطهران أغلبهم تحت حماية الأمم المتحدة والعراق ملتزم باتفاقيات عديدة في هذا الإطار